الحدث الذي احتضنه مسجد باريس أمس شهد تزكية أعضاء منظمة الأحباس وأماكن العبادة الإسلامية لدليل مبكر بالإجماع بعد تقديمه لحاصلته المالية الأدبية يأتي هذا بفضل التجربة التي يملكها الأخيرة في تسيير مؤسسة دينية حيوية كمسجد باريس وكانت لبعض الدول أطماع في الاستحواذ على تسيير مسجد باريس على أغرار المغرب وتركيا وحتى تونس حيث عملت جليات هذه الدول طيلة سنة 2018 المنقضية على صحب البساط من الجزائر في تسيير المسجد لكن محاولاتها بأت بالفشل في آخر المطافة كما حاولت فرنسا تحيد مؤسسة مسجد باريس من خلال تجاهل رئيس إيمانويل ماكرون لدعوة عميد المسجد في مناسبة دينية إضافة إلى وضع خوطة إعادة هيكلة الإسلام في باريس لكن هذه المحاولات لم تنجح في وقت ثار المجلس الأسلامي الأعلى ومساجد باريس ضد خطة وصية فرنسا على الإسلام جدير بالذكر أن الجزائر أكبر مصاهم مالية في تسيير مسجد باريس بمبلغ يفوق مليوني يورو سنويا